الشيء الذي ذكرناه في المرة الماضية هو أنه بإمكانك الذهاب إلى بعد اختيار GameObject بإمكانك الذهاب إلى AddComponent ومن خلال AddComponent تقوم بكتابة اسم السكريبت الذي تريد عمله هذا عندما تقوم بكتابته مباشرة سيقوم بإنشاء الملف البرمجي أو السكريبت في المجلد الذي اسمه Assets ليس لزاماً ولكن لكي يكون عندك المشروع منظم نفضل أو نشجع دائماً أن يتم تنظيم المشروع من البداية من أول شيء أول ما تقوم بالبداية بعمل المشروع الجديد أن تقوم بعمل فولدرات هذه الفولدرات يتم إضافة الملفات المختلفة داخلها لكي يكون المشروع منظم لأنه تخيل أنه مثلاً عندي هنا في مجلد الأسس الرئيسي عندي ملفات الحركة وملفات الصوت وملفات الأشكال والألوان ومجلسمات ثلاثية الأبعاد وسيحدث عندي فوضى كبيرة بينما عندما أنا أقوم بالترتيب وألاحظ هنا على اليمين على اليسار أنه هناك أيضاً إمكانية للوصول المباشر للفولدرز المختلفة عندي هنا سيصبح عندي التحكم منظم بشكل أفضل إذن سأقوم هنا بالضغطي على الزر الأيمن في المنطقة الفارغة هنا وأقوم بعمل Create Folder أو بإمكانك الذهاب إلى الأسس الموجودة عندي هنا بشكل تري أن تقوم بالضغط عليها بالزر الأيمن وتقوم بعمل Create Folder وهذا الفولدر سوف أقوم بتسميتي Scripts ليس شرطاً أن تقوم بتسمية Scripts ولكن هذا المتفق عليه بين مستخدمي يمكن أن تسميه Code حر يعني أنت حر ممكن أن تسميه أحمد ولكن يجب عليك أن تعرف أن مثلاً هذا الفولدر يحتوي مجموعة معينة متشابهة من الملفات فأنا سأقوم بأخذ هذا الملف وأقوم بسحبه ووضعه داخل Scripts وسأقوم بالضغط عليها هنا وأقوم بعمل Script جديد بالضغط أيضاً على الزر الأيمن للماؤس وCreate وC Sharp Script وسأقوم بتسميته Player Controller وهذا الاسم الذي قمت بتسميته أيضاً كما ذكرت سابقاً أنه أنت لك حرية الاختيار الاسم الذي تريده ولكن يفضل أن تقوم بتسمية الملفات لإسمها يكون شيء يدل على محتوىها فأنا مباشرة عندما أذهب إلى هذا الملف وأجد أنه اسمه Player Controller مباشرة سوف يتبادر لذهني أنه يحتوي على أدوات أو الكود التحكم الخاص بالPlayer سواء القفز، سواء التحرك، سواء أخذ المجوهرات أو أخذ أي شيء معين هذا كله سيكون داخل هذا الملف سأقوم بالضغط على الملف Double Click وسيفتح عندي هنا Visual Studio لكي أستطيع كتابة الأكواد الموجودة عنه في الدرس الماضي شجعنا وذكرنا على إن كان بإمكانكم مراجعة ثلاث أو أربع دروس عن البرمجة لكي نستطيع من خلال هذا الدرس أن نتعمق أكثر في موضوع الكودينج من الأمور الأساسية أو من الأشياء الأساسية التي يجب علينا أن نقوم بمعرفتها ألا وهي المتغيرات كيف بإمكاني أن أقوم باستخدام متغيرات؟ كيف بإمكاني أن أقوم بتعريف متغير؟ وكيف بإمكاني أيضا أن أقوم بربط المتغيرات معا داخل السي شار كود؟ لكي أستفيد منهم بالنهاية في اليونيتي جيم إنجين إذن في الدرس الماضي ذكرنا بشكل بسيط أنه عندي عندي إمكانية أن أعرف عدد صحيح بكلمة int وأقوم مباشرة بتعريف متغير مثلا my variable هكذا قمت أنا بكتابة أو بوضع النوع الذي أريده هنا وكتابة الاسم المتغير الذي أريده وهنا قمت بإسناد قيمة أولية له الآن عندي القيمة العددية الصحيحة اللي هي إنتجر يمكن وضع الرقام مباشر لاحظوا أنني هنا إذا قمت بوضع فاصلة عشرية ووضعت قيمة مباشرة أعطاني خطأ وهذا الخطأ إذا قمت بوضع المؤشر المواوس عليه سأجد أنه يقول لي هنا cannot implicitly convert type double to integer أي أنه أنا لا أستطيع أن أقوم بتحويل هذا الرقم لأن هذا الرقم هو ليس رقم صحيح إنما رقم من النوع double ولا يمكن أن أقوم بتحويله إلى الانتجر هناك طرق كثيرة لتحويل هذه الأرقام التي تحتوي على كسور إلى أرقام صحيحة ولكن لن أخذها الآن فقط أريد الضوضيح أنه يجب أن تقوم بإسناد قيمة تكون من نفس نوع المتغير طيب المتغير أو النوع الثاني الذي يجب أو سنستخدمه كثيرا هو من أكثر أنواع التي سوف نستخدمها ألا وهي الفلوت والفلوت هي الرقم الذي يحتوي على كسور فمثلا هنا مباشرة أعرف وتغير اسمه my float وسأقوم بإسناد قيمة نفس الشيء 5.5 وأضع الفاصلة المنقوطة الفاصلة المنقوطة هي أساسية في كل سطر يجب أن أقوم بكتابته في كل سطر برمجي لاحظ أن هذه هي دالة لها قوس بداية ولها قوس نهاية لا يجب أن أضع الفاصلة الموجودة عندي هنا وبينما هنا السطر البرمجي يجب أن أضع الفاصلة المنقوطة لكي أنهي السطر البرمجي الآن في الأعداد العشرية يجب عليك أن تقوم بتمييزها لكي تخبر الكمبيلر أو المترجم الذي سوف يقوم بترجمة هذه الأسطر أن هذه القيمة ليست double لأنه ألاحظ أنني إذا وضعت الماوس هنا مباشرة أيضا سيخبروني أنه أنا لا أستطيع أن أقوم بتغيير القيمة هذه التي هي double إلى float لكي أخرج من هذه المشكلة سأقوم دائما بوضع حرف F صغير بجانب المتغير الذي نوعه float ذكرنا أيضا أنه هناك عندي متغيرات كثيرة مضمن المتغيرات التي يمكن استخدامها المتغير النصي الذي يحتوي على نص مثلا اسم التعريف أو النوع أو طريقة كتابة المتغير أو تعريف المتغير النصي هي باستخدام كلمة string ولاحظوا أن جميع الأنواع الموجودة عندي هنا التي أقوم باستخدامها تبدأ بحرف صغير وذكرنا في المرة الماضية أن C sharp sensitive بمعنى أنني ذهب إلى float هنا وقمت بعمل حرف F كبير مباشرة أعطاني خطأ إذا وضعت الماوس علي سيقول لي ما هذا اللي اسمه float أنا لا أعرف كيف أتعامل معه يعني هذا شيء جديد علي كيف تريد أن أتعامل معه فمباشرة يعطيني رسالة error أن هذه الكلمة غير معرفة عندي لا أستطيع التعامل معها إذن string أيضا بإبكاني هنا تعريف متغير نصي والذي يميز ال string أنني يجب أن أبدأ بعلامة تنصيص وأنهي بعلامة تنصيص وكل شيء بداخله أريد أكتب الشيء الذي أريده راحظوا أن أي شيء تريد كتابته هنا حتى لو كانت أرقام معينة بإمكانك أن تقوم بكتابته من غير أي مشكلة لكن لاحظوا مثلا هنا إذا هذا الانتجر حولنا إلى أو إضافنا فاصل عشرية يعطيني error هنا إذا لم نضغط حرف الف يعطيني error هنا أي شيء تضعه داخل هذه النصوص مبدئيا أي شيء تريده كتابتي بإمكانك أن تقوم بوضعي هنا وفي أمور ممكن مستقبلا أن نناقشها شغلات يعني خاصة كمثلا كإدراج خط جديد أو فصل هذه الجملة إلى جملتين معا يمكن منقشتها مستقبلا ولكن أنا ممكن حتى كمان أضيف مثلا هنا أحمد لاحظوا أنني هنا داخل الأعلامتين التنصيص بإمكاني إضافة أي شيء أريده عندما قمنا بكتابة السطر البرمجي أو الملف البرمجي هذا ذكرنا هنا أنه بإمكاننا تجلب أي component متواجدة على game object مثلا هنا قمنا باستدعاء transform هنا يعطيك اليونيتي إمكانية إضافة متغيرات أيضا من خلال نفس نوع الـ component التي تريد بمعنى أنني إذا ذهبت إلى الكود الموجودة هنا بإمكاني أن أذهب وأقول له أنني سأريد تعريف متغير من النوع transform مبدئيا لن أعطي قيمة معينة ولكن هنا أنا قم بتعريف متغير من النوع الـ component إذا هذا يعطيك إمكانية أن تقوم بتعريف عدد كبير جدا 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 من الأنواع فمثلا مثلا عندي الـ player الموجود عندي هنا لاحظوا أنه يحتوي على animator يحتوي على sprite render فأنا بإمكاني أيضا لكي أستطيع التعامل مع الـ components الموجودة عندي هنا أن أقوم بالتعامل أو بكتابة ماذا بكتابة النوع الذي أريده هنا فمثلا بإمكاني أن أذهب وأقول له هنا sprite renderer مثلا mine sprite وبالنسبة للإسم يمكنكم وضعه أي شيء تريدونه وأقول له هنا هنا القيمة الافتراضية أو القيمة التي تحتوي على أو يحتوي هذا المتغير عليها أو الذي يؤشر عليها الذي يعمل عملية pointing عليها يدل على الـ component التي متواجدة على هذا الـ game object فبعد علامة المساواة سأقول له هنا سأقول له ابحث عن component اسمها sprite renderer هنا سوف يبحث هاي get component ما أعطى قم بالبحث عن component متواجدة أو موجودة على نفس game object الذي سوف أضع عليه ملف البرمجة هذا أو script عندما أضعه هنا قم بالبحث على نفس المستوى يجب أن يكون على نفس المستوى هنا يجب أن تتأكدوا أن الـ script الموجود على game object متواجد أو بجانب الـ component التي تريدون أن تحصلوا عليها فأنا أقول له أنه أحصل لي على sprite renderer الموجود على game object وضع ليها في هذا المتغير بعد ذلك أصبح بإمكاني التعامل مع هذا المتغير من غير الرجوع أو إضافة عملية جديدة ألا وهي أن أقوم بالبحث كل مرة لأن هنا عندما تقوم بوضع هذه الجملة يقوم بتنفيذ أمرين وليس أمر واحد أول شيء يقوم بالبحث هل هذه الـ component فعلا موجودة أم لا وثاني شيء يقوم بأخذ هذه الـ component ويقوم بالتعامل معها على الشيء الذي تريده إذن أنا بعد أن قمت بعملية إضافة هذا الـ component إلى هذا المتغير أصبح الآن بإمكاني أن أقوم بالتعامل معه هنا فإمكاني بكل بساطة أن أقول له هنا my sprite dot لاحظوا بمجرد أن قمت بوضع النقطة وهي الممبر أكسيسور التي تتيح لي جميع الدوال التي يمكن أن أتعامل معها بمجرد أن قمت بوضع هنا الـ dot أعطاني كل المثود التي تحتوي على أو التي يمكن الوصول لها من ضمنها من ضمنها الـ color والـ color لاحظوا كما ذكرنا في المحاضرات السادقة أن الـ color الموجودة عندي هنا هي property أي خاصية للـ sprite renderer الموجودة عندي هنا إذن هنا أصبح بإمكاني أن أقوم بإسناد قيمة لهذا المتغير الموجودة على الـ component إذا وضعت علامة مساواة هنا ما هي القيمة التي يجب أن أضعها وكيف يمكنني معرفة ما هي فعلا أو طبيعة صيقة القيمة التي أريد أن أضعها لاحظوا إذا وضعتم الماوس على كلمة تيلر ستجدوا أن هناك مستطيل ظهر والمستطيل يقوم بتعريف ما هي هذه الـ property ما هي النوع الخاص بهذه الـ property إذن يمكن أن نقول أن هذه عبارة عن متغير موجود في داخل هذه الـ component ولكن هذا المتغير ما هو نوعه؟ بالضغط على الزر ستجدوا أنه النوع الخاص به هو color والcolor يبدأ بحرف C كبير وليس صغير لاحظوا هنا هذا صغير هذا متغير كما أنا مثلا هنا أعرف المتغير الخاص به هنا لاحظوا إذا وضعت الماوس عليه سيقول لي مباشرة هنا أن هذا المتغير هو نوعه integer إذن إذا وضعت الماوس على هذا المتغير سيقول لي هنا أن هذا المتغير هو نوعه color إذن بإمكاني هنا أن أقوم باستخدام النوع الذي اسمه color بحرف كبير وبالضغط عليه سأجد هناك ألوان تم إعدادها مسبقا وهي أيضا متغيرات تدل على القيمة التي يمكن أن أستخدمها أنا مثلا هنا بإمكاني أن أذهب إلى اللون blue وأضع الفاصلة المنقوطة وأقوم بعمل حفظ للملف وأذهب إلى اليونيتي وأقوم بسحب هذا السكريبت الذي قمت بعمله سحبه ووضعه على البلاير من الانسبيكتور ويندو أو من خلال وضعه مباشرة من خلال الهيراريكي ولاحظوا أنه مباشرة أصبح عندي هنا السكريب أيضا بإمكاني أن أقوم بإضافتي كcomponent لأننا ذكرنا أنه السكريبت هو أيضا عبارة عن component فبإمكاني أن أذهب هنا وأقول player أقوم بكتابة player سأجد أن هناك ملف C-Sharp اسمه player controller ثم جدا أن أقوم بالضغط عليه قام بوضع هذا الـ component الذي نوعه سكريبت على game object ولاحظوا أننا سنقوم الآن بالتعامل والبحث عن component اسمها sprite renderer ولاحظوا أن الـ component التي هي sprite renderer بجانب أو بنفس game object الخاص الذي يحتوي على السكريبت إذن الآن إذا قمت بعمل play للمشروع تبعي مباشرة سألاحظ أنه قام بأخذ sprite renderer وبتحويل اللاعب إلى اللون الأسرع متغير تم صنعه أو تم وضعه مسبقا بواسطة unity يعني متغير هم قاموا بوضعه اسمه transform بحرف صغير لاحظوا أننا هنا في السطر الرقم 13 قمنا بتعريف متغير اسمه my transform من النوع transform ولكن النوع الذي اسمه transform يبدأ بحرف كبير وهنا يجب أن تقوموا بالتفريق بين transform الصغيرة ولاحظوا أصلا هناك عندكم علامة المفتاح وهذا العلامة تدور على أنه عبارة عن بروبرتي بروبرتي يعني ممكن أن تعتبروها مبدئيا عبارة عن متغيرات إذن إذا ضغطت على كلمة transform لاحظوا أن هذه الكلمة الموجودة مسبقا والتي تم تعريفها مسبقا هي نفس هذه الجملة سوف أذهب إلى my transform وأقول لهنا get component التي اسمها transform من هذا الـ object وأضع ليها في هذا المتغير هذا المتغير هو طبق الأصل عن كلمة transform موجودة عندي هنا الاثنان يقومون بالتأشير أو بتوجيه الإصبع إلى نفس الـ component التي تحتوي على game object لاحظوا أنني بإمكاني أن أتعامل مع أي بروبرتي موجودة في داخل transform ولاحظوا من ضمن الأشياء الموجودة عندي في transform هي الـ position والـ local scale والـ parent والـ rotation وأمور أخرى بإمكاني أيضا أن أتعامل معها من ضمن الأمور التي يجب عليك أن تعرفها هي الـ game object هي ليست هذه الـ component وإنما هي الـ component الكامل الذي يحتوي على كل شيء يعني عندما أنا أضغط هنا على player هذا هو الـ game object واتفقنا سابقا أن كل عنصر موجود عندي هنا هو عبارة عن game object إذن game object أكبر من transform transform هو عبارة عن component المؤسسة أو المكونة لكل game object بإمكانك هنا عند الـ start أن تقوم بعمل transform.gameobject.setActive وهنا هذه الدالة عندما ننظر إليه هنا يقول لي أو يخبرني أنه هذه سوف تقوم بعمل إخفاء أو إظهار لـ game object وعندما أذكر هنا أنه إخفاء أو إظهار أنه سيقوم بعمل هذا الصح هنا سيقوم بعمل إخفائه أو إظهاره إما سيكون مخفي هذا قيمة setActive سيكون false أو ستكون true بمعنى أنه سيكون ظاهر فأنه هنا بإمكاني أن أقول له أنه setActive false وقم بإنهاء السطر الأخير بعلامة بفاصل مقوطة سنجد مباشرة أنه إذا قمت عمل حفظ وأرجوع هنا إلى Unity وانتظار الأسهم الموجودة عندي هنا الbeer الذي يقوم بعمل compile للسكريب ومباشرة قمت بعمل play هنا سأجد أن الخاركتر الخاص بي اختفى بمعنى أن ال الصح الموجود عندي هنا تم الضغط عليه إذا كيف أقوم بإظهار أو بإخفاء المجسم بإمكاني من خلال game object نفسه إذا هذا متغير لاحظوا أنني عندما أضع الماوس عليه يقول لي أنه المتغير الذي يسمه game object الذي يبدأ بحرف G صغيرة هو من نوع game object حرف الأول حرف كبير وهو النوع إذا أغلب الأنواع الموجودة عندي هنا في Unity التي هي component تبدأ بحرف كبير فهي يجب أن ننتبه لهذا الموضوع بمعنى أنك إذا ذهبت هنا سوف أجعل هذا ملك أو جملة ملاحظة أي أنه لا يتم تنفيذه إذا ذهبت هنا وقمت بعمل transform ليس صغير ليس المتغير إذا قمت بعمل أخذت النوع وقمت بعمل dot وقمت بعمل game object لن تجد هذه الدالة موجودة أصلاً لأنه هذه الدالة ليست معرفة داخل هذا النوع وإنما معرفة بواسطة المتغير الذي يتم إنشاؤه من هذا النوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر